السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله حمدتي تجهيز اموال التعويضات رفع ازعار الدولار الأمم التحدى تضاعف ازعار الاغذية ثلاث مرات بالسودان خلال عام واحد أقر استغرار السودان استغرار لدول الجوار ويادة بالحرية والتغيير وجه انتقادات لازعها للوزراء ويتحمهم بالتزوير الفوضل يرحب بالاتفاق السياسي وعودة الحركات المتحالفة جبريل السلام سيخلق بياه صالح للوفاق الوطني بالبلاد ويفر الاموال التي كانت تنفخ في الحرب قرار بعودة المفصولين لمشروع الجزيرة وزير شؤون الدول الافريقية عبدالعي صغطاني موسطل السعودية في حفل توقيع اتفاقية السلام السودان زيادة رسوم مخالفة المركبات العامة لـ 1527 جنيه الكشف عن أخطاء في تصحيح امتحانات الأساس بالخرطوم حصول السودان على 1.2 مليار دولار من إمدادات الوقود والقمح ودعم الموازنة شروط سوداني مقابل التطبيع مع إسرائيل الوساطة تكشف عن ضمان وشهود الاتفاق السلام بين حكومة السودان والحركات مجلس الأمن صادق على 4 مليون دولار لتحضيرات البحثة الأممية رئيس مجلس الوزراء يصل لوا تدوين بلغات ضد موظفين في حادثة مكاب الجبل أبو ليدات مزارعون سنى الغوانين يجب أن يراعي مصالح شركاء الانتاج المبعوث الأمريكي يلتغي الوفد الحكومي قبل توقيع الاتفاق وزير التربية لباج نيوز وضعنا احتوارات خاصة لمناطق النزاعات قبل مفاوضات السلام تحقيق الهجرة إلى أسطنبول آخر محطات الكيزان أركم الناوي الترتيبات معقولة ولا وجد ما يعيك توقيع السلام تغرير شرق السودان قيار تغرير المصير يتصدر المشهد وصفت السابق الخطيرة احتياج عمال على اليومية بالقطارف دعم غانون الصحفية بالمواكب ربابة الأمينة التي استدعتها النيابة بسبب خبر عن هيئة مياه الخرطوم حزب سياسي يكشف حقوق أهملتها الوثياء الدستورية البرهان ورجاء وعائشة في طائرة واحدة إلى جواء لحضور التوغي عن نهاية للسلام الشامل تغريم الضامن زنون وإصدار أمر قبضي ضده عوض الظاهرة اختطاف السيارات الحكومية بشمال دارفور المصدرون يترقبون كشف حقائق إرجاع شحنات الصادر مسؤول إسرائيلي الجناح الأسكري في السودان أكثر تحموسا للتطبيع دمج قواط الحركات في الجيش والأجهزة الأمنية تغرير لترياب نيوز يكشف قرار الوزارة التجاري وعمق أزمة المواطن هل مدن فعلا كارثة حكومة حمدوك؟ حمدوك لم ننجح منذ الاستقلال في إنجاز سيغة وائم بين غضيته السلام الشامل والتحول الدموغراطي نيابة الفساد تستدعب على الخرطوم الأزبغ عبد الرحمن الخضر أمام المحكمة ملف تلاعب كبير بمليارات الجنيهات من حساب رأسة الجمهورية ياسر عرمان فرصة السلام الحالية قير مسبوغة ضيوم الطوقي استهرد برنامي الاحتفال بالتوقيع النهائي حمدوك ابحث مع جبريل إبراهي مرحلة ما بعد السلام وصل طائرة مساعدات للمتضررين من الفيضانات بالولاية الشمالية البن التحتية بسنار تشدد على طرحيل متضرر الفيضانات الثروة الحيوانية تسلم المركزي عائدات صادر ياسر مرقني الأشهر الثلاثة الغادمة ستكون عصيبة على المستهلك حمدوك يلتغي رئيس دولة جنوب السودان المبعث الأمريكي يكشف عن اتصالات مع الحلو عبد الواحد مخفز مصر يدخل الخدمة ووصول أخرى حمدتي البشير لمايات الثورة كان حيطبع مع إسرائيل أنا شخصيا قال لي الكلام به تغرير الغلاء يشيل حركة البيع وشراء بالأسواق استمرار مراكز البيع المخفز بالخرطم تخفيض ثلاثون في المئة على السلعة الضرورية أثيوة تدعو السودان لوضع حلول مصدامة لتفادي كوارث الفيضانات واشنطن بسط المال وراء تعثر مساعد تضيع بين السودان وإسرائيل الجامعة العربية تشارك في احتفالات توقع اتفاق جبال السلام في السودان أو التغيير تتهم الفريض التنفيذي الحكومي بتزوير مخرجات الموطمان الاختصادي منظمات المجتمع المدني تطالب إجازة آن ومكافحة الطبق والني لزرق شارك في مراسم توقيع السلام الشامل في السودان وزارة العمل تطوير في الغوانين لصالح كبار السن للمشاركة في حفل توقيع اتفاقية السلام الحلنقي وهدى عربي وأحمد المك إلى جوا إغلاق شارع النيل بواد مدني احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية السودان يجد الالتزام بكافة مواثيخ واتفاقيات حبوب الإنسان أمام الأمم المتحدة في لغائه بحمدوك منه يخترح بقاء قوات اليونامي لفترة أطول التنفيذ إبراهيم الشيخ هذا هو التحدي الحقيقي أمام اتفاقية السلام اهتمام كبير بخطاب منذ السودان في الأمم المتحدة المبعثة المريكي نعمل نعمل بجد لتسويط ملف العقوبات المفروضة على السودان الحمدوك الحكومة جاهزة لاستقبال قيادات الجبهة الثورية محد بحثي بريطاني سلام جبا خطوة رئيسية نحو السودان الجديد انطلاقة العمل ميدان مكافحة الآفات الزراعية بشرق دارفور مكين السلامي واستغفرص المشاركة لبناء الدولة المدنية العادلة الانتباه الكشف عن أضخم عملية فساد في البنك الزراعي خبير انتشار الأكشاك الصغيرة بشوارع الخرطوم عمل الاستخباري لجهة تنشط في تجنيد الشباب لها حمدتي تلقيت وعدا من بوس بالوصول إلى اتفاق بشأن غائمة الإرهاب قريبا من نوعك شبعا عودت وفدي من حركته للخرطوم عقب توقيع السلام حمدتي تعييدنا للقضية الفلسطينية لا يعني أن نضع السودان تحت الحصار مصلح الشعبين فوق كل احتبار بعد تكرارها ثلاثة مرات خلال يومين هلعب الخرطوم بسبب الاحتداءات العشوائية للدعم السريع على المواطنين الحزر يسود أسواق الدولار وحراق في الأزعار رئيس الثورية ثلاثة اكتوبر يوم عظيم في تاريخ السودان السيادة حريصون على التعاوم مع التشاهد في كافة المجالات الاتحاد الدمغراطي وارخ خطوة السلام بين الحكومة والجوهة الثورية اضراب عمال ميناء البر يدخل يومه الخمسة وعشرون وزيادات جديدة في رسوم البوابات اخبار الرياضة بعد فوزع الفلاح في سنائية بيبو والتيري تتوجي المرخ برسميا ببطولة دورية 2018 خمس انتصارات وتعادلين الدوري الممتاز عصر ومساء الخميس الشرطة القطاري هو وصل استعداداته للوادي نيالا هلال الأبيض مرخ الفاشرة عدلان بهدف لكل فريق الأهل شندي هزيم ملوك الشمال بثلاثية الهباب يثنى على سير تحضرات منتخب الشباب الأهل الخرطومي هزيم أهل عبراء إبراهوما لا نلعب لصالح أي منافس في الممتازة منتخب الشباب تحت السن 17 عاما يعود للتدريبات الأحد أمين المسلم يبعث ببرقية تهنياء لنادي المريخ لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتقرم وتابعتنا على صفحة الفيسبوك ستجدونا جميع الروابط أسفل وصف الفيديو شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة